السلام عليكم ورحمة الله وبركاته النهاردة حضراتكم هنتكلم عن صحابي جليل وهو ثمامة ابن أثال من بني حنيفة وهو ملك اليمامة في البحرين في ذلك الوقت وكان أحد ثمانية ملوك بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم لهم كتابا ليدعوهم إلى الإسلام فرفض ثمامة ابن أثال دعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم بل وقرر قتله فذهب لقتل رسول الله ولكن عند آخر لحظة أثناه عمه عن فعل ذلك فلم يقتل رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكنه بعد ذلك أي ثمامة قتل عددا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فأهضر النبي صلى الله عليه وسلم دمه ثم بعد ذلك ذهب ثمامة ابن أثال في إحدى السنة ذهب ثمامة ابن أثال إلى مكة لكي يعتمر ويذبح للأصنام حول الكعبة فهو ذهب ليعتمر بالطريقة الوثنية لأنه كان وثني وكان يكره رسول الله وكان يكره الصحابة وكان يكره الإسلام وفي الطريق بالقرب من المدينة ألقت سرية من جيوش المسلمين القبض عليه ولم يكن هؤلاء الصحابة في السرية يعرفون أنه ثمامة ابن أثال ملك اليمامة لم يستدلوا عليه فأحضروه إلى المسجد النبوي وربطوه في إحدى سواري المسجد حتى ينظر رسول الله صلى الله عليه وسلم في أمره فعندما رأاه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لهم أتعرفون من أصبتم أي من هذا فقالوا لا نعرف قال إنه ثمامة ابن أثال وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن يحسن الصحابة إليه ويقدمون له الطعام والشراب وحليب الناقة وفي تلك الأثناء كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعوه إلى الإسلام ويقنعه به ثم بعد أيام أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بإطلاق صراح بإطلاق صراح ثمامة بعد أن خرج ثمامة من المسجد النبوي ذهب بجوار نخلة واغتسل غسل المسلمين ثم عاد إلى المسجد لينطق بالشهادتين وعندها بدأ رسول الله صلى الله عليه وسلم في تعليمه الإسلام وطلب ثمامة من رسول الله أن يأذن له بأن يعتمر أن يذهب إلى الكعبة ليعتمر فأذن له الرسول صلى الله عليه وسلم وعلمه كيف يعتمر بالطريقة الإسلامية ليصبح بذلك أول من يعتمر بالطريقة الإسلامية ويدخل مكة معتمرا عمرة المسلمين فعندما دخل ثمامة بن أثال مكة وعند الكعبة عند الكعبة قال لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك عندها خرجت إليه قريش وكانوا هم الذين يحكمون الكعبة حين إذن وهم الذين كانوا يحكمون مكة حين إذن فاستلوا سيوفهم وهم أحد شباب قريش بأن يقتل ثمامة بسهم فمنعه الناس لأنهم استدلوا أنه ثمامة بن أثال ملك اليمامة الذي يرسل إليه من نيرة الميرة فقالوا له لا تفعل ذلك لأنه قد يقطع عن الميرة فنموت جوعا فبعدها تركوه ليعتمر وكان أول من اعتمر عمرة المسلمين ثم بعد أن عاد إلى قومه في اليمامة منع عن قريش الميرة ومنع عنهم القمح فارتفعت الأسعار في مكة وساد الجوع فكتبوا إلى رسول الله يستنجدون به أن يجعل ثمامة يعود لإرسال الميرة ثانية فأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو ثمامة إلى أن يستمر في إرسال الميرة إلى أهل مكة وأن لا يقطعها ففعل فعادت الميرة إلى أهل مكة ثانية ثم بعدها صار ثمامة مخلصا ووفيا لدينه وشهد حروب الردة وشارك مع المسلمين في حروب الردة ضد المرتدين وبعد أن انتهت حروب الردة كان في طريقه إلى اليمامة في خميصة أحد المرتدين وهو حطم اسمه حطم فعندما رأى أصحاب حطم حطم عندما رأوا رأى أصحاب حطم سيدنا ثمامة ابن أثال في خميصة حطم المرتد فظنوا أن ثمامة هو الذي قتل حطم وهذا لم يحدث في حقيقة الأمر فسيدنا ثمامة كان قد اشترى تلك الخميصة ممن غانم خميصة حطم أثناء الحرب وليس سيدنا ثمامة هو من قتل الحطم فبعد ذلك ظن الخطأ من أصحاب الحطم أن ثمامة هو الذي قتل صاحبهم الحطم فقتلوا سيدنا ثمامة ابن أثال قتلوا سيدنا ثمامة ابن أثال انتقاما لصاحبهم الحطم فاستشهد سيدنا ثمامة ابن أثال صلى الله على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وسلم شكرا على المشاهدة شكرا على المشاهدة شكرا على المشاهدة شكرا على المشاهدة